بسم الله الرحمن الرحيم الحق ما الحق وما أدراك ما الحق كذبت سمود وعاد بالقارعة فأما سمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاضية فهل ترى لهم من باقية وجاء فلعون ومن قبلهم والمؤتفكات بالخاطئة فعصر رسول ربهم فأخذهم أخذة راضية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيى أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحولت الأرض والجبال فذكتا ذكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول فيقول آؤه قرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية قلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي يا ليتها كانت الخاضية ما أغنى عني مالي هلك عني سلطاني خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة زرعها سبعون زراعا فاسلوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحب على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من بسلين لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهر قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم